أهلا وسهلا فيكم من جديد يعني شفنا جمالية رياض تلمشي وكثير في أماكن بالأردن جميلة أنك تمشي فيها ومنها الفحيس يعني الفحيس جميلة جدا بأهلها جميلة بالمكان بالتراف بالحضارة بالحفاظ أيضا على الإرث حالها حال عديد من مدننا الأردنية رح نتحدث اليوم عن مهرجان الفحيس هذا المهرجان اللي بيأتي بعنوان الأردن تاريخ وحضارة رح يبدأ بإذن الله تعالى بعشرة تمانية لسبعة طعش تمانية يوم الأربعة العديد من فنانينا الأردنيين المميزين وهم صوت الأردن وأيضا فنانينا العرب رح يشرفون ويشرفوا مدينة الفحيس نتحدث أكثر عن هذا المهرجان رح يكون معنا مدير مهرجان الفحيس الأستاذ أيمن سماوي صباح الخير أستاذنا شكرا لهذا التقديم صباح النور نتشرف بهاي المؤسسة العزيزة علينا مؤسسة تلزول حدثنا أستاذ عن المهرجان وخططكم لهاي السنة أولا المهرجان يحمل نفس الإسم ونفس العنوان منذ 32 عام الأردن تاريخ وحضارة طبعا تثبتنا بهذا المسمى مبني على الأسس التي أنشأ من أجلها مهرجان الفحيس وهي البحث في تراث وفي موروث الأردن الغنيء أولا برجلات الوطن الذي بنوا هذه المؤوية العظيمة بقيادة الهاشميين بالإضافة لأنه يعني نبحث بالموروث والتراث لنضيء على هذا الموروث ولننتبت للعالم أن الأردن هي بلد الحضارات وبلد الثقافة وبلد العلم وبلد الموروث الثقافي مهرجان الفحيس كما هي عادته يعني باستمرار يميل دائما إلى الفن والطرب الملتزم يميل في برامجه إلى الحص الثقافي العالي إذا بتلاحظوا من خلال البرامج المتاحة مهرجان الفحيس ما يميزه أيضا هو مهرجان العائلة الأردنية يعني إحنا باستمرار نكون توقين لأن العائلة التي تأتي إلى مهرجان الفحيس وهي تستمتع بكافة فعاليات سوى كانت الفعاليات الثقافية أو الفعاليات الفنية أو الفعاليات الاجتماعية وهي كثر بالمناسبة لأنه فيه جلسات عائلية يعني طروق لرواد هذا المهرجان وبالتالي يستمتع بأوقاتهم مع عوائلهم كل أفراد العائلة مع أفرادهم ومع أولادهم طبعا المهرجان الفحيس متنوع كما هي العادة يعني بس بهذا العام يعني هناك إضافة أكثر من مسرح يعني عندنا مسرح في دار حمزة هذا المسرح لحيكون يتناول شقين الشق الموروث الشعبي المتعلق بالطعام والأكل الأكلاتنا القديمة اللي منحاول نلقي الضوء عليها يعني المشوطة المقرطة الرشوف إلى آخره بالإضافة لبعض الفعاليات الفنية على هذا المسرح بالإضافة لوجود معارض وهذه الدار هي باسم شب يعني ربنا منحه نعمة التوحد يعني نحن نهاية نعمة بالأساس لأنه ذكاء زياد وخارق وبالتالي سيعرض أيضا انتجات هذه الفئر من أبناء الوطن أيضا مسرح القناطر وعليه فعاليات فنية متعددة والمسرح الفني الذي يستضيف أيضا نخب من الفنانين الأردنيين والعرب كما هو الفنانين الأردنيين والعرب الموجودين أيضا على مسرح القناطر برامج للأطفال المتنوعة هذا العام أيضا يميز أنه فيه هناك سمبوزيوم عالمي للفن التشكيلي بمشاركة عشرين رسام من مختلف الدول العربية بالتعاون مع رواق البلقاء وبالتعاون مع بيادر الإبداع يعني مؤسسات ثقافية نحترمها عنا في مدينة الفحيص الافتتاح هو بعشرة ثمانية برعاية سمو الأمير حسن أي ساعة رح يكون الافتتاح؟ رح يكون ثمانية مساء رح يكون الافتتاح بعد افتتاح المعرض السمبوزيوم رح يكون فيه الأرض السلام أوبريت غنائي مدة عشر دقائق وبعد الترحيب والكلمات هناك دعوة مفتوحة لمشاهدة عرض دار الأوبرا المصري بحفل الافتتاح دار الأوبرا المصرية ستقدم يعني مزيج من الأغاني الكلاسيكية القديمة اللي يعني كنا نطرب ونتشوق إلى سماحة وبوجود عمالقة غراء دار الأوبرا من مروى ناجي لمحمد حسن لمجموعة أخرى أيات فاروق يعني من المطلوبين اللي أعتقدهم من قمم الفنية أستاذ أيمن مش فقط يعني الفنانين في هناك جلسات حوارية مع رجالات من الدولة الأردنية وأيضا استذكار للشاعر الراحل جريس سماوي نتحدث عن هذا الموضوع سيدتي كما هي العادة أولا هذه الدورة هي دورة الراحل جريس سماوي الله يرحمه هناك ندوة أو هناك حفل تقبيل لأول مرة سيؤمن جريس في مدينة نحن نشوف البرومو للمهرجات نعم جريس سيؤمن جريس لأول مرة سيؤمن يعني احنا عملنا له تقبيل السن الماضي بعمان التقبيل هذا العام سيكون بمشاركة نخب من أصدقائه معالي وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار أحمد الشهاوي من مصر شوقي بزياء من لبنان بالإضافة لرئيس بلديتنا رئيس بلديت الفحص عمر عقروش سيتحدث باسم العائلة وباسم أهل المدينة بالإضافة لصديقه أيضا وجه عزايزة معالي وأيضا زهر أبو شايب هو أحد أصدقائه الذي سيدير هذا الحوار دأب ناندي الفحص أو مهرجات الفحص على تكريم قيادات ورجلات الدولة الأردنية وهذا العام سننفرد بتكريم شخصية نكون لها كل الاحترام دولة معروف البخيت سيكرم بالمهرجان سيتحدث بهذه الأمسية دولة الطهر المصري ومعالي مازن الساكت وعبلة أبو علبة وبالإضافة لباشا جمال مضاين أمسيات أمسية شعرية بمشاركة شعراء عرب سامح محجوب أحمد الشهاوي راشد العيسى محفظ الألقاب كدكتور ودكتورة مهل اعتوم سامي كليب أحد الصحفيين اللبنانيين المشهد القادم بالمرحلة وضع الأقليم القادم يعني التنوع أمسية هذا العام اللي هي الأمسية الدراما سينصدف فيها الفنانة المصرية إلهام شهين والفنانة اللبنانية تقل شمعون بالإضافة للفنان كمال أبو رية سيديرها الفنانة ريم سعادة أيضا الشخصية هذا المهرجان الحديثة لخريشة هذه الشخصية الوطنية الكبيرة سيتحدث أيضا بالإضافة لمجح من خريشة أحد أبناء العائلة معالي أمين المشاكبي ومعالي محمد داودية إذا بتلاحظي هذا التنوع هذا المزيج من المناسبات أو من التنوعات الموجودة بتخلي المجال مفتوح أمام الجميع من يرغب أن يذهب إلى الموسيقى أن يذهب إلى الطرب أن يذهب إلى الأطفال المتوفر لهم بالتنعاون مع مركز الزهة ساعتين من الفرح يوميا على مسرح بيت الفحيص هذا العام انتقلنا من الموقع إلى مكان درجة حرارة عالي وبالتالي كان لابد من يكون المكان مضلل ولأنه أطفال فنتمنى أن نكون وفقنا قدر الإمكان طبعاً الاستضافات على المسرح الفني إذا بحبوا نحكي فيها أنا جاهز أيمن يعني مشاركات الفنانين العرب مميزة وعن نرى إحنا والمشاهدين لبرومو مشاركة راغب علامة جورج واسوف صحيح مين كمان ممكن؟ يعني أولاً قلت لك أن بالافتتاح عشرة تمانية بالإضافة هي الافتتاح بدار الأوبرا بالإضافة للأوبريات اللي تحدثنا عنه رح يكون الساعة الثامنة مساء الثاني يوم عندنا جورج واسوف وبطمر الجميع إحنا يومياً على اتصال معاه ومع الفريق العمل هو جاهز صحة تمام جاهز مية بالمية لتقديم أمسي أعتقد ستكون من الأرواع طبعاً طبعاً السوبرستار راغب علامة أيضاً موجود ملحم زين مشاركة الأولى للسوبرستار راغب علامة مشاركة الأولى بمهرجال ملحم زين بالإضافة ل معين الشريف بالإضافة لمحمد عساف بالإضافة لدلالة أبو آمنة ديانة كارزون جهات سركيس باس الجلسات بالإضافة لعطلة هنديلي بالإضافة لفرقة كرال الجامعة الأردنية يعني يعني معلوماتي كما تذكر كل الأسماء يعذروني حتى ما يعني بس الحفلات كلها رح تبلش ساعة تمانية حفلات المسرح الرئيسي ساعة تمانية وساعة تسعة لأنه في بعض الليالي فيها مطربين اتنين وبعض الليالي فيها مطرب واحد يعني مطرب أردني بالإضافة لمطرب عربي وبعض الليالي طبعا هي المطرب العربي فالموجود مطربية رح تبدأ الساعة تمانية مسرح القناطر حفلاته عشر ونصف المساء ليلا المسرح الأطفال الساعة أربعة مساء المسرح الثقافي الساعة سبعة مساء مسرح دار حمزة اللي هو ما بين الساعة سبعة ونصف والساعة الثمانية ونصف ستلاحظ التوزيع حتى بالتالي يكون مليء بأن لا يتعارض الفعاليات أو الأنشطة مع بعض اللي بحب يحضر هنا بحب يحضر هناك أيضا تكون متاحة إلو أكيد الحمد للما نصير أيضا مشارك قلت لك أنا بأسماء كثر يعني يعذروني إذا أنا يعني الأسماء مصعب الخطيب مشارك يعني جهود أو جهود مباركة من خلالكم من خلال تواجدكم من خلال هذا المهرجان قديش كمان نحن اليوم ننشر الفرح ما بين الناس من خلال هذه المهرجانات مع الفرح هم ننشر رسالة تاريخ حضارة ثقافة وهي من اليوم ننشر كمان للأطفال وأيضا الرسالة الثقافية الرسالة بتوجهة لكل المقبلين لهذا المهرجان أولا بقولهم تعالوا بفرح وسنستقبلكم بفرح الأردن إن شاء الله بلد الأمن والأمان وبلد الفرح وسيبقى إن شاء الله بلد الأمان وبلد الفرح اللي في حيات دائما مرحبة بضيوفها سواء كان في مهرجان ولا ما في مهرجان إحنا دائما بصدر رحب نستقبل كل أهلنا اللي يأتون إلنا من الأردن وحتى من خارج الأردن بالمناسبة هناك حجوزات كثر من خارج الأردن لحضور فعليات المهرجان قبل ما أدخل بهذه المسألة أنا بصراحة بدي أشكر كل القطاعات اللي دعمت ولولا هذه القطاعات أنا أتحدث هنا عن القطاع الخاص وعن القطاع العام لولا هذا الدعم لما تمكننا لأنه مهرجان اللي في حيات الآن لا يوجد هناك ميزانيات واضحة لهذا المهرجان تبني عليها خطتك المستقبلية نحن نبني الخطط على توقعات ما سيأتي وقد يكون ما سيأتي يعني مش بين أديكي ظروفه اللي تقليدتكم عليه بس دائما ثقة الناس بالمنتج تخليهم دائما يدعموك فثقتهم بمهرجان اللي في حيص يعني الحمد لله توفر دائما الدعم الكفيل اللي بيخلينا نخطي خطوات بهذا الاتجاه الشركات الأردنية اللي دعمتنا أنا بشكرها جميعا سواء كانت يعني بعرف أنه ممكن نسوي لها دعاية بس لمسا منها لدعاية هي دعميتنا يعني سواء الـ CFI ولا زين ولا شرق الأوسط ولا هم مكثر يعني الملكية الأردنية شرق التبسي إلى آخره الحكومة أيضا يعني إلها مساهمة في دعم مهرجان اللي في حيص نتمنى هذه المساهمة أن تكون ثابتة وسنوية حتى بالتالي لما أنا أكون مدينة مهرجان لدي ميزانية واضحة من بداية تخطيطي بقدر أفكر بصوت عالي أنا وين بدي أروح وين لازم وين لازم أعمل نتمنى أنه هذا يتم توفير لأنه أنا أعتقد مهرجان اللي في حيص كما هي مهرجانات الوطن هي الفرحة اللي احنا منقدمها للناس هاي المهرجانات غير ربحية وبالتالي يعني المهرجان لا يتقاضى يعني إحنا عاملين تذكرة جماعية قيمتها 30 دينار أربع أشخاص بيدخلوا كل الحفلات إذا بتحسبها يعني محاسبيا إحنا بنحكي عن أشياء يعني زهيدة الهدف مش مادي بقدر ما هو إحنا هذه المهرجانات هي متنفس للناس خليها تيجي خليها تفرح خليها تخفف من أعباء الحياة من أعباء كورونا اللي الله يخلصنا منها إن شاء الله وننتهي تماما فالفحص بترحب بيهم وأهلا وسهلا أعتقد سيشاهدوا ما سيستمتعوا فيه على الإطلاق من الراحة بالدخول وبالجلوس ومن المغادرة وهي الفحص خلينا نذكر أستاذ أيمن سريعا أماكن بيع التذاكر هي أماكن أماكن يعني بميوزيك بوكس بعمان وبنادي شباب الفحص هن الأماكن اللي موجود فيهن التذاكر في أشياء من التذاكر يعني تم يعني استنفذت يعني مثل الدفتر اللي محكي عنه استنفذ وبالتالي يعني تم بيع تذاكره بعض الحفلات بفئة الفي آي بي أيضا يعني مثل حفلة جورج والسوف حفلة راغب بواقي قليلة جدا من التذاكر اللي بقيت للبيع العدد اللي ممكن يستوعبه المسرح إحنا العدد يعني خلنا أقولي الشغلة إحنا بنقدر نتحكم فيه حسب معطيات البيع إحنا العدد التذاكر محدود محسوب حساب الأشرز محسوب حساب المنظمين ومحسوب حساب من قام بدفع تذكارته للدخول إلى المهرجان وبالتالي نتحدث بالحد الأدنى ليليا عن خمس ألاف مرتاد لمهرجان اللي في حيص ماشاء الله نعم بدنا نشكرك أستاذ بالعكس أنا أبدأ أشكركم بالعكس أبدان وكل التوفيق لكم ودائما جهودكم مباركة واسمح لي من خلالك نشكر أجلسنا الأمنية بكافة التخصصات اللي دائما تشكي على راحة مية بالمية يعني أنا هم اللي بتعبوا بيصهروا وإحنا نكون مرتاحين دائما شكر إلهم شكرا جدا ودائما لكل مؤسساتنا الحكومية نحنا متقدمين لها كل الشكر أكيد وغالله ديم الأمن والأمان على هالبلاد وديم سيدنا وقود جميع إن شاء الله